قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعيش مرحلة تنمية مشيرا إلى أن مدينة مطروح بتمتلك مقاومات التنمية والنجاح والتنمية التي تتم فيها هي جزء من المنظومة الشاملة للتنمية أشار أيضا إلى أن شباب وشيوخ قبائل مطروح هم من سيقودون التنمية في المحافظة حيث أن مصر لديها الكثير من الخيرات ولكنها تحتاج للمزيد من العمل من أبنائها خلال الفترة المقبلة جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء لمحافظة مطروح ويرافقه عدد من الوزراء